يجلنا المريض بعدها بيومين ثلاثة يقول ده أنا حاسس بوجع أو صداع جامد جدا ورقع في دماغي بسم الله الرحمن الرحيم معلومة كده على السريع كتير من المرضى بيقول أن عيادة القلب والمريض بيبقى عنده ضغط وعنده سكر وبعدين بيشتكي من قلم في الصدر فالدكتور يشخصه أنه عنده قصور في الشريعان التاجي أو ديء في الشرين بتاع القلب فبيكتب له مجموعة أدوية من ضمنها أدوية بتعمل شوية سويلة في الدم وأدوية بتشتغل على الشرين دي والأدوية دي في منها أدوية بتشتغل يعني على حاجتين بتبقى أدوية ضغط وفي نفس الوقت بتشتغل على الشرين أو على عضلة القلب من ضمن الأدوية دي في مادة اسمها النيتريت أو النيتروجليسرين المادة دي كتير من المرضى لما الطبيب بينس يقول للمريض بتاعه أو إحنا بنكتبها يجي لنا المريض بعدها بيومين ثلاثة يقول ده أنا حاسس بوجع أو صداع جامد جدا ورقع في دماغي والأسف مرضى كتير بيجوا يقولوا إيه ده أنا خايف ليكون الضغط علي فياخد حبات ضغط زيادة ده أنا خايف ليكون حصل انفجار في المخ ده أنا هبطل أدوية السيولة يا جماعة المادة دي اسمها النيتروجليسرين أو النيتريت المادة دي بتعمل تمدد في الأوعيات الدموية عشان لو فيه انقباض أو تقلص أو دي في الشريان التاجي فتوسعه فتحسن مرور الدم لعضلة القلب ولكن في نفس الوقت هي بتعمل تمدد في كل الأوعيات الدموية من ضمنها الأوعيات الدموية بتاع المخ فممكن تعملك زي نبض في راسك وتعمل صداع جامد طبعا الصداع ده مش بيجي في كل المرضى ولو جي في مرضى بيجي في أول 3-4 أيام بتوع أغد الدواء فاحنا بنقول للمريض بتاعنا ما تقلقش ان الصداع ده متوقع وممكن يجي ولو جيه هناخد مادة البراصيتامول اللي موجودة في السوب أسماء كتير معاها وفي خلال يومين أو ثلاثة ان شاء الله الصداع بيروح عدد أولير جدا من المرضى اللي ما بتحملش مادة النيتريت وبنتطر ان احنا نستخدم أدوية بديلة